دشنت مؤسسة الجبل التنموية بعاصمة محافظة لحج مشروع توزيع مكائن الخياطة مع مختلف أدواتها على النساء من ذوات الدخل المحدود بتمويل من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت ويستهدف المشروع الذي ينفذ ضمن حملة الكويت إلى جانبكم نساء أيتام وأرامل ومطلقات من مختلف مديريات محافظة لحج بهدف توفير معيشة كريمة لهذه الأسر واجعلها أسر منتجة قادرة على الإنتاج والاعتماد على أنفسهم وتحويل المرأة اليمنية من مرأة مستهلكة إلى مرأة منتجة بشن مؤسسة القبل التنموية الخيرية وبتمويل من الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة توزيع 40 ماكينة خياطة بكافة مستلزماتها للمستفيدات ونيابة عن كافة المستفيدات من هذا المشروع أتقدم بقزير الشكر والتقدير للأخوة في دولة الكويت الشقيقة على دعمهم السخي وكذلك أشكر الأخوة في مؤسسة القبل التنموية لإيصالهم هذه المستعادات لكافة المستفيدات وهدفنا في هذا المشروع هو تحويل المرأة في المجتمع اليمني من مستهلك إلى منتج وبلغت عدد مكائن الخياطة التي تم توزيعها 40 ماكينة خياطة وتم اختيار المستفيدات من خلال مسح الأسر الأشد فقراء من الأرامل والمطلقات والأيتام التي لديهن مهارة الخياطة وفي نفس الوقت لا يمتلكن المكائن حتى تستفيد منها هي وعائلتها اختيرنا المستفيدات وفقا من الفئات الأشد فقراء والأكثر والأرامل والمطلقات يعني كل مستفيدة اخترناها هنا كانت لها أولوية أو لها أحق أنها تحصل على هذه المكينة أقل تفتح مشروع تستفيد منها هي وعائلتها خصوصا نحن في اليمن نعاني من وضع صعب جدا المستفيدين 40 مستفيدة من مديريات محافظة لاحق يعني بكافة المديرات شملنا مديريات محافظة لاحق كامل وثمنت منصقة المشروع مروى صالح الجهود الإنسانية والخيرية التي تقوم بها مؤسسة الجبل التنموية والأشقاء في دولة الكويت ممثلة بالهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في التخفيف من معاناة الأسر في البلاد خاصة في الوضع الحالي الذي يشهد موقع غلاء شملت مختلف السلع الغذائية والكمالية التي أثقلت كاهل الأسر الفقيرة في كل أرجاء الوطن لبرنامج أسبوع البلد يونس السراوي محافظة لاحق